صور وكلمة بقى لكل العيب اه من اللي هنشوف صورهم دلوقتي يلا بينا عواد مطش الداخلية عواد اه حارس كويس جدا وحارس اه يعني دايما مظلوم وانا شايفه في مطش الداخلية الهدف اللي دخل يعني يلعب مطش الاهلي يلعب ما يلعبش ليه عفكة هو لعب مطش الاهلي التاني اللي فرجاني ساسي جاب الجون التعاليل فيه وحد وحد كان هو الحارس على فكرة كان هو الحارس يلعب يلعب طبعا عواد حارس مالاش حلاقة يعني اه بص وابو جبل لعب مطش خمسة تلاتة وما كانش موفق نادي زمالك يا كابتن خالد ما عندوش مشكلة في حراسة المربو يلعب عواد ما فيش مشكلة يلعب ابو جبل ما فيش مشكلة تديله كم من عشر اديله في المطش ده ثمانية عشر نروح للصورة بعد كده عبد الشافي لعيب كبير قوي ولعيب ما تحسش ان عنده سبعة وثلاثين سنة انا بحس انه لعب لسه بادئ في الملحب ملتزم ملتزم جدا وكورته صحة والكورة بتخرج من رجله صحة وبيتوقع الكورة صحة نسمعش صوته انا مش عارف صوته لا خالص خالص مجد يعني ده لعيب لازم يتحط على الراس عمرك شفته في برنامج خالص خالص تعرف ان عمره ما ظهر في برنامج ولا اصلا بيتكلم ولا يعني ملتزم جدا ده ده اللعب المحترف كما ينبغي ان يكون صحيح ده لعب محترف صحيح نروح للبعد كده هديله تسعة ونص من عشر تسعة ونص من عشر نروح للبعد كده حسام عبد مجيد بس ايام ما كان عنده اتناشر سنة تريد خامة كويسة بس محتاج ماتشات كتير صحيح محتاج ماتشات كتير قوي صحيح نروح للبعد كده عبد الغني عبد الغني وقال ان هو اصيب كمان اللعب عنده خبرات بس هو اصيب حتى الهدف اللي دخل فينا كان هو مصاب في التوقيت صحيح اه فعشان كان الفرقة تأثرت لما كان جايد صحيح لا لعب مؤثره لعب كويس جدا واعتقد ان شاء الله يلحق مبارات الجهر فكناس كتير قوي في التحليل ما خدوش بالهم من القصة دي اه كان مواجه ان احد اسباب الهدف اللي دخل مرمانا انه كان متعور برا كان متعور برا بتعالي فالدخلية باصة راحت هو اجهر اه عدم وجوده قصر صحيح نروح للصورة اللي بعد كده اه محمد طارق هو سير دباك اساسا على فكرة اه بس قدموا برا كويسة جدا ووضح انه خامة كويسة اه ومن اللعب اللي ممكن ومش مكانه على فكرة مش مكانه بس كان كويس اه يعني رغم انه مش مكانه بس كان كويس لعيب كويس واعتقد انه هيجي بالماتشاط تمام نروح للصورة اللي بعد كده اشرف بن شارق اه طبعا تختلف تتطفق اشرف بن شارق لعيب كبير صحيح نزل الشوط التاني غير بيدي شكل هجومي للفريق اه يعني لما بينزل بيدي شكل هجومي عافية هو اللي مباصي الكرة لسيف فارو جعفر هتلي هتولي الجنين يا جماعة هو الباصي لكرة لسيف فارو جعفر اعتقد وشاطها وهو اللي جاب الجون التاني لا هو لعيب كبير طبعا يعني مش عايزة كلام وبيعمل شكل هجومي لناد الزمالك الحقيقة لعيب كبير واتمنى انا شخصا اتمنى انه الزمالك يحافظ عليه فيه بارقة امل في اللي جدد انا عادي معلومة انه هو نفسه هو عنده الرغبة انه يجدد هو بدأ يتكلم مع الادارة ويتكلم مع مستر فريرا انه يتوسط له انه يقعد مع ادارة الزمالك انه عايز يجدد تمام دي حاجة كويس ربنا يا سهل وبرضو الحفاظ على القشرة بنشاري لعيب كبير يعني وصعب ان انت اتعوض بنفس المستوى نروح للي بعد كده عبدالله جمعة هو ما لعبش في مكانه في المباراة دي فكان تايه شوية لكن هو لعيب كويس جدا طبعا ولعيب لغنى عنه ومعشي الاسمالي كان كويس جدا اه طبعا انا شاف ان عنده ليه دور مهم في الفترة الجاي صحيح لعيب مؤثر ومهم جدا بس يوصل فرمته المعروفة نروح للصورة اللي بعد كده ده بيسو ما مادرش نقيمه نزل 3 دقايق 4 دقايق صحيح نروح للصورة اللي بعد كده حمد قشرة فروقة اه يعني بدأ يتقل بدأ يبقى كويس يعني بدأ يبقى افضل بالكتير لان فريرا مديله ثقة اه فبدأ يتقل على كورته بدأ يبقى كويس وبدأ ينتج كان يمكن لما الفترة الطويلة اللي ملعبهاش فكان مصارت على مستوى لكن دلوقتي بدأ يتقل بدأ يقف على كور بدأ يبقى كويس بيقطع كويس بيكمل ساعات كويس هو بس لو حسن الشوتينج بتاعه هيبقى هو اساسا اساسا عمد قشرة فروقة من ضمن شويت شويت ده شويت جامل جدا هو بس ما بقاش يشوز زي زمان اه ما انا مصغر وشاط واحدة المطش اللي فات بس لازم اللاعبة دي تتمرن جدا ده اللي بقوله احترف اقعد تتمرن على الشوتين سعيه نروح للسورة اللي بعد كده ده يوسف اسامة نبيه اه لعيب كويس وخامة كويس اه ما اقدرش احكم عليه المطش اللي لا ما اقدرش احكم عليه في المطش اللي يعني اه ما اخدش كور كتير لكن هو لعيب كويس جدا انا عارفه طبعا من خلال تقديم هو سريع جدا معروف معروف في القطاع ان اللعيب سريع اه طبعا يعني قطر زي ما بقوله سريع جدا اه اه بيوصل للجونج بسهولة جدا بسرعة جدا بالزبط لا لعيب كويس وخامة كويسة ومن الناشئين اللي هيبقوا مستقبلنات الزمان صحيح نروح للسورة اللي بعد كده السيف فاروق عفر اه لعيب ممتاز جدا ويعني اثبت وجوده بشكل قاطع يعني جاب جون صعب اه وعفتك اه طبعا لا وكمان تحت رجليه وموجهة وبقوة اه لا 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 لعيب ومغلوبين واحد صفر يعني لعيب عنده ثقة بس انا بقولك الشر بن شرقي هو اللي بص الكورة بص سنة بص ارشب بن شرقي اهو اهو وده لهم ساحة بص بص اه وهو لا هو هو لعيب لعيب اه اه ده ده مشروع لعيب كبير كابتن فاروق عفر كان موجود في الستوديو فطبعا كنت انا اما جاب عطى فاكة في كابتن فاروق لان بجد والله ما شعر الاب اه طبعا انت متخال انت قعد بتحل المطش فابنك ينزل اه لا 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 فيجيب اول جنب في حياته اه طبعا مع نادل زمالك اه طبعا فطبعا مشاعر الابر انا كلمتوا نهاردة على الفكرة وبركتلوا على على سيف اه و و و و و و وقولتلوا يعني لازم هو يبقى يبقى نقطة تحول الهدف ده في حياته خد بالك فيه لمسات لي فكرني بفاروق عفر اه 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 انا فيه لمسات الولد وهو بياخده كرة لا بتحس انه بصير فروض عفر كان لعب كبير قال لي لو اكتسب الثقة هيبقى لعب كبير لانه عنده رؤية اه وبيشوف وبصير اه بصير وبيشوت ومهاري و هو بس عايز يزود من نواحي الدفاعية شوية بتاعته و يكون اكثر التزاما و حبا للكرة و تركيزا يبقى محترف اكتر يعني و يبقى يطور من نفسه عنده الخامة و عنده الموهبة صحيح ابو كان لعب كبير لا 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 حس انه ايه بيفقد الكورة بلا معنى بيفقد الكورة كتير جدا لا اوباما انت لعب كبير ومن كبات الفريق لازم انت يكون الاعتماد عليك يعني انك تفقد الكورة كتير او تضيع فرصة لا ما ينفعه هو لازم كمان يسبت ذاته في ماتش الاهلي واسعات ماتش الاهلي ده بيبقى وهو على فكرة هو لازم ماتش الاهلي ده هي الماتشات الكبيرة دي هي دي اللي بتباين اللعب الكبير صحيح فلازم هو ماتش زي ده لازم لازم يهدف لازم يبقى اكثر تركيزا ما يحافظ على الكرة بتاعته ما يفقدهاش بسهولة المهاري قوي الميز باز ده مهم جدا بيفقدوا كرة كتير وبيعمل ميز باز ليه ليه انت لعب كبير تقدر تركز اكتر من كم تعال نشوف الجون التاني هو اللي عمل السيست اللي اشرب بنشر ايه عبشافي عبشافي هو اللي عمل عبشافي اللي عمل الجون هو عبدالله جمعة ده وعبشافي ادهاله وخدمته وحطاه عشر على عشر لا بسه عشرف بنشرقي لعيب لعيب جامد دول اه طبعا مش عارب يقول تلاتة لقى وليه بتلاتة جوان وليه يا جماعة قبل كده يعني في الدوري كان بشاور بتلاتة ولا هجدت تلاتة سنين ولا ايه نروح طبعا كان بعد شوط اضافي رزاق سيسي برضو علامة استفام غريبة في الاتحاد غير الزمالك من بعض الاصابة ما رجعش رزاق سيسي اللي احنا في دماغنا اه اتمنى انه يبزل موجود اكتر لان هو لعيب كبير ممكن يفرق معنا في المطشاط الجاية حتى ماتش ماتش لقى لوزاندا لو خد اي وقت لازم يزبط نفسه مهم جدا هي المطشاط ديه اللي هتسرق هترجعه تاني للصورة هو لعيب كبير ويقدر يرجع للصورة وعارفك اعجابك جوان في الاهل قبل كده اه طبعا ما كان بيلعب في الاتحاد لا لعيب قلبه حديد يعني بيلعب كويس ممكن نروح ممكن يفرق يعني نروح بالصورة اللي بعد كده ده نيمار اه خامة كويسة اوي 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 واللعيب كويس اوي كانش وحش ماتش اللي فيها لا لعيبه كمان بقريت اه طبعا وفي الشرط التاني ففرق شوية اه محتد بس ماتشاط هي الماتشاط اللي هاتف بس اصيب هو كمان اه طلع مصاب اعتقد عنده شد برضه غريب اوي بس لعيب كبير ومكاناته كويسة وكنتروله عالكورة حلوة عودة صحيح نروح للصورة اللي بعد كده اسلام جابر عفكرة من نزل ما كانش وحش كان ممتاز اه ده في كورة عادة ملاعب في مكانه هو بيلعب هافرايت اه اللي هو ناحية مصطفى فتحي وشكابالا دي بتاعته والزمالك اشتراه وراح المنتخب الداخلية في المكان ده اه فهو عنده كده بيعدي من ناحية اليمين وبيروحه سريع جدا اه كان كويس جدا هو من اسرع اللعيبة اللي موجودة في مصر اه طبعا بس اه ظلم لانه بيلعب في اماكن مش بتاعته هو هما مش لعيب مدافع هو دايما بيلعب في اماكن مش بتاعته اه لكن هو لعيب كويس جدا وفي المطش ده كان مميز جدا اه واتمنى ان يستمر على نفس المستوى ده اه يعني ركز بقى والعب بنفس القوة اعتقد ان فرير عنده قناعة تديله كم اسلام اديله تسعة ونعشر ده انت حمست ده اللعب فترة صغيرة وكان كان كويس جدا فيه صحيح صحيح نروح للسرع اللي بعد كده عمر السعيد اه عمر السعيد لعب في توقيت ما كانش فيه كروس بس خال ما فيش اي حاجة بتتلعب له اه ولما طلع كان فيه يعني عكس اللي حصل اه فهو يعني اللعب ده مظلوم انا بحبه انا شايف انه لعب كويس انا على فكرة عمر عمر بغض النظر اه لا كمان اللي بيجيبني فيه انه هو شخصية متزنة جدا جدا شخصية متزنة جدا بعد كده بيجيب الجوان اسعد بيبقى وحش تعد بيبقى كويس بس هو شخصية متزنة وبيتحمل في مكانه ده لو انا ما تلعب ليش كرات خط بالك هو اللي جاب جون الفوس في ماشي الاسماعيل اه هو اللي جاب جون التايب بعد نزوله على طول على لعب كرة بعد دقايق من بعد دقايق من الهدف اللي دخل مرمانة من ضرب الجزاء هو لعب كويس جدا بس محتاج يعني الطريقة تخدمه طريقة ما بتخدمه من اخر الصورة معنا شكبالة شكبالة طبعا لعب كبير جدا 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 بس ماشي اللي فات عشان انا كان فيه فرستين اه ماشي ماشي مش جاهز مش جاهز اه مش جاهز مش شكبالة مش شكبالة اللي ضيع الفرص دي لا طبعا مش جاهز مية في المية بس عايز اقول لك حاجة بس بيروح شكبالة لما نزل بيروح كجون اه جدا لاعب بيعرف يروح عن جون بيخلق فرص بيخلق فرص اه شكبالة خلق فرص وحول اداء الزماكن الهجومي فعمل حاجة صحيح اه صحيح انهاء الهجمة كان عنده وحش لان هو مش جاهز فمش اقدر الومه على دي لتنشي كبير لعب كبير وعمل شغل كويسه المغاناة وبعد ما نزل هو واشرب من شرق شكل الفريق تغير تدي له كم طيب ادي له سبعة من عشر فرحم بالحكم الاسباني ولا شافك حكم مصري لا 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 انا معا ان الحكم يبقى اجنابي في مبورات القبل والفرق اجانب كمان مهم جدا مهم جدا اه كويس انه يكون الحكم اجنابي لانه مالهوش علاقة بحده ما يعرفش حد وهيدي لكل واحد حقه هتمنى ان اللعبة تركز في المبورات دي كويس وان شاء الله ان شاء الله ازا ما كيكسب المبورات دي ان شاء الله عارفتك ازا مالك والاهلي ازا مالك بيكسب الاهلي بالاجنابي ما بيكسبش بالمصري ايه صحيح اخر ما تشط ما تكسبش تريبا صحيح صح ولا دي حيح